واندموا لنا من القاهرة مرسل الغد محمد نشأت سبع الخير محمد قبل الحديد عن هذه الاشتراطات للدخول إلى الأراضي المصرية أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر تزداد حسب وزارة الصحة وهناك أيضا توجه لتخفيض أعداد العاملين في الشركات وأعداد الطلاب في المدارس والجامعة ليس كذلك محمد نعم منا صباح الخير بالفعل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد وميكرون وفيروس كورونا بشكل عام قد يدفع الحكومة المصرية للاتجاه إلى تقليل أعداد الموظفين في القطاعات العامة والقطاعات الخاصة ووضعت مصر بالفعل خطة منذ أسابيع لتجنب الارتفاع الكبير الذي قد يحدث بالإصابات بفيروس كورونا المستجد بالأمس مصر خرجت بسلسلة من الإجراءات عن طريق وزارة الصحة عن طريق دخول المسافرين إلى مصر عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والمطارات المختلفة عن طريق فرق الحجر الصحي حيث اشترتت مصر أن يكون المسافرين القادمين إليها قد تلكوا اللقاح منذ 14 يوما أي من اللقاحات التي قد اشترتتها منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء المصرية وأيضا إجراء تحليل بي سي آر قبل الدخول إلى مصر وإذا لم تكن هناك تلقي الجرعتين فهناك قد يحدث تحليل رابط تيست يحدث لدخول إلى الأراضي المصرية أيضا وزارة الصحة المصرية قالت أن الإجراءات التي تتخذها كان الهدف منها هو التقليل أعداد الإصابات وتقليل عدد المسافرين الذين قد يحملوا إصابات بفيروس كورونا المسجد استثنت وزارة الصحة المصرية عدد من المنافذ السياحية والمدن السياحية المصرية والمطارات الخاصة بها إذا كان المسافر قد يحمل فيروس كورونا أو أي من توابعه فيتم عملية العزل داخل الفنادق المحيطة خمسة أيام ثم إجراء فحص ثم خمسة أيام أخرى إذا كانت نتيجة إيجابية ثم الخروج من العزل هذه الإجراءات الهدف منها هو تقليل واتيرة الإصابات بفيروس كورونا مع تصاعد عملية التطعيم المستمر التي تحرص مصر على إجراء تطعيمات باستمرار لكافة المواطنين لعبور هذه الأزمة وكان آخرها الإعلان عن إعطاء جرعة ثالثة معززة لضمان التغلب على فيروس كورونا وتقوية المناعة لقطاعات كبيرة من المصريين الإجراءات مصر تسير مع الجائحة بشكل سريع وبشكل قرارات سريعة جدا تتلأم مع الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات وخلال الأيام المقبلة يتوقع أن يتم تخفيض أعداد الموظفين وسلسلة من الإجراءات الاحترازية لضمان السيطرة على الوضع الوبائي وخروج مصر من هذا الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات شكرا جزيلا لك من القاهرة مراسل غد محمد نشأت على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر